اشتركوا في القناة احدثكم ثامر المطرفي فأهلا وسهلا بكم جميعا من خلال هذا الموضوع الذي يظهر أمامكم ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم هيا أولادي ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم سنتعلم اليوم وصف مكونات النظام الشمسي التمييز بين الكوكب والقمر تفسير بقاء الأرض في مدارها وشرح خصائص الكوكبات هذا ما سنتعلمه بإذن الله في درسنا لهذا اليوم لننطلق مستعينين بالله مما يتكون النظام الشمسي مما يتكون النظام الشمسي عندما نسمع كلمة نظام شمسي يعني كلمة شمسي يعني هناك شمس يعني هناك أشياء تدور حول الشمس فما هو النظام الشمسي نشاهد هذا النظام الشمسي يا أولادي هذا كوكب اسمه بلوتو وهنا القمر لاحظوا معي هذا نظام شمسي يسمى وأيضاً عطارد كوكب أيضاً هذا يسمى بالمريخ كوكب الزهرة أيضاً الأرض نبت أورانوس وأيضاً هذا كوكب زحل كوكب المشتري لاحظوا معي كل هذه اللي مرت معنا أيضاً الشمس إذن مما يتكون النظام الشمسي من خلال ما شاهدنا يا أولادي مما يتكون النظام الشمسي ممتازين يتكون من كواكب مثل ليش كواكب ذكرنا في هذا المقطع مثل ممتازين كوكب الأرض المريخ أيضاً مر معنا يظهر في الليل مثل ليش الأقمار ممتازين وأيضاً نجم الشمس المماثل أمامك إذن هذا النظام الشمسي أو مكونات النظام الشمسي يا أولادي يتكون من نجم وهو الشمس هذا أولاً ثانياً يتكون من كواكب هذا كوكب ماذا؟ كوكب الأرض كوكب المريخ أيضاً يتكون من كواكب النظام الشمسي أيضاً من أقمار أيضاً الكواكب بعضها يدور حولها الأقمار فأيضا هذا يسمى بمكونات النظام الشمسي وأيضا أجرام أخرى ما هي الأجرام الأخرى؟ مثل ليش الأجرام الأخرى في النظام الشمسي؟ مثل الشهب تشوفون الشهب يا أولادي؟ ستمر معنا إن شاء الله في دروسنا القادم أيضا المذنبات النيازك هذه كلها تسمى بالأجرام الأخرى إذن هذا المقصود بكلمة النظام الشمسي طيب هذا النظام الشمسي يا أولادي جميع الكواكب والأقمار والأجرام الأخرى تدور حول الشمس لاحظوا معي هذا الشمس هذا اللي نشوفه هذه الخطوط الأولادي تسمى بالمدارات تسمى بالمدارات الكواكب تدور في مداراتها الأجرام الأخرى أيضا تدور لاحظوا معي النيازك مثلا الأقمار تدور أيضا في مدارات إذن هذه المقصود بالمدارات وهي الكواكب والأقمار والأجرام التي تدور حول مدار ماذا؟ حول النجم الشمس في مدارات إذن هذا المقصود بالنظام الشمسي هذا السؤال يا أولادي اختيار من متعدد يتكون النظام الشمسي مماذا؟ واحد الكواكب والأقمار اثنين الكواكب والأقمار والأجرام الأخرى ثلاثة الكواكب والأقمار والأجرام الأخرى والشمس أيضا ماذا نختار يا أولادي حتى نجيب على هذا الجواب مما يتكون النظام الشمسي؟ نقول ماذا؟ من الكواكب والأقمار والأجرام والشمس ممتازين إذن نختار الجواب الثالث إذن هذا بالنسبة لكلمة النظام الشمسي النظام الشمسي أولادي هناك كوكب وقمر فلو أخذنا مثلا الكوكب نجد أن الكوكب عبارة عن جسم كروي لاحظوا معي هذه الكواكب التي أمامك عبارة عن جسم كروي كبير يدور حول ماذا؟ يدور حول النجم نجم ماذا؟ اللي هو الشمس إذن هذا بالنسبة للكوكب جسم كروي كبير يدور حول نجم الشمس وأيضا الكواكب أولادي قسموه العلماء إلى قسمين كواكب داخلية وكواكب خارجية الكواكب الداخلية هي الكواكب التي تكون قريبة من الشمس والكواكب الخارجية هي التي تكون بعيدة أبعد الكواكب عن الشمس هذا بالنسبة للكواكب طيب ما هو القمار؟ سؤال يا أولادي ما هو القمار؟ ما هو القمار؟ القمار عبارة عن جسم يدور حول الكوكب جسم يدور حول ماذا؟ حول الكواكب الكواكب الثمانية يا أولادي فيها أقمار بعضا منها وليس كلها بعضا منها بها أقمار تدور حولها مرتبطة بها تدور حولها في مدارات بعض الكواكب أولادي مثل جيكا وكب الأرض عندنا قمر واحد المريخ في قمرين وأيضا هناك بعض الكواكب فيها لا أكثر من قمرين وبعض الكواكب لا يوجد لها ماذا؟ لا يوجد لها أقمار إذن القمر عبارة عن جسم يدور حول الكوكب طيب ما الذي يبقي الكوكب في مداره يا أولادي ولا يسقط على الشمس؟ سؤال يا أولادي ما الذي يبقي هذا الكوكب حتى يدور في هذا المدار؟ الذي شاهدنا ولا تسقط هذه الكواكب يعني تخيل شيء يدور حولك ما الذي يبقي هذا الكوكب في مداره؟ ولا يسقط إلى جهة الشمس على الشمس يا أولادي هذا مثلا كوكب الأرض الآن هو يدور حول الشمس لكن ما يسقط في الشمس على الشمس ها يا أولادي لماذا؟ إيش رأيكم؟ هناك يا أولادي تفسيرا وهو أن الكواكب تتأثر بقوة الجاذبية قوة الجاذبية قوة الجاذبية لمين؟ للشمس قوة الجاذبية للشمس فهي تجذب الأرض والكواكب اللي هي الجاذبية نحو الشمس الجاذبية تجذب الكواكب وكمثال مثلا مدار الأرض تجذبه نحو الشمس والجاذبية أولادي كل ما زادت كتلة أي جسمين زادت قوة الجذب بينهما وأيضا المسافة كل ما زادت المسافة كل ما قلت الجذب بينهما إذن أولا بسبب الجاذبية اثنين بسبب ماذا يا أولادي؟ بسبب مصطلح يسمونه بالقصور الذاتي وكلمة قصور ذاتي معناها عدم القدرة يعني أن الجسم مثل كوكب الأرض هذا الجسم غير قادر على تغيير حالته الحركية فلذلك نجد أن الجسم يا أولادي يتحرك في خط مستقيم لاحظوا معي يتحرك في خط مستقيم وبسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة قوة غير متزنة ما لم تؤثر عليه قوة هنا أثرت عليه اللي هي ماذا؟ الجاذبية فتسحب الأرض نحو الشمس بحيث أنها تدور في مدار تدور ماذا؟ في مدارها وأيضا هذا بالنسبة لمدار الأرض أيضا الكواكب الأخرى كالمريخ وكعطارد والكواكب الأخرى الثمانية كلها تدور حول المدارات بحيث تعمل الجاذبية على سحب تلك الكواكب نحو الشمس هذا بالنسبة لبقاء الكواكب في مدارها طيب ماذا يحدث يا أولادي للكوكب مثلا؟ أي كوكب؟ ماذا يحدث للكوكب لو كان يقع تحت تأثير القصور الذاتي فقط؟ نعنى عرفنا القصور الذاتي أن جسم يكون في خط مستقيم وبسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه هنا ما لم تؤثر عليه قوة طيب لو كان ما في جاذبية لهذا الكوكب ماذا يحدث للجسم؟ هذا الكوكب يعني لو كان عندي كوكب وما كانت هناك جاذبية ماذا يحدث لهذا الكوكب؟ سنجده أنه يسير على خط ماذا؟ خط مستقيم سنجده أنه يسير على خط مستقيم لكن بسبب وجود الجاذبية فيحدث ماذا للكوكب؟ يحدث إنحناء وبالتالي يدور في مساء إذن الجواب يسير في خط ماذا؟ مستقيم لو كان هناك بس يقع تحت تأثير القصور الذاتي بينما تعمل هنا الجاذبية على سحبه في اتجاهه في أي كوكب تعمل هذه الجاذبية على سحبه في اتجاهه وبالتالي بتأثير تلك القصور الذاتي وقوة الجاذبية يصنع لهذا الكوكب مسار دائري مدار يدور حول نجم الشمس هذا بالنسبة لمدار الكواكب طيب هذا الآن يا أولادي هل الأرض من هذه الكواكب؟ سؤال هذه الشمس وهذه الكواكب هل الأرض من هذه الكواكب؟ الجواب نعم هذه الأرض تعتبر من الكواكب طيب لماذا هذه نعتبرها من الكواكب؟ لماذا الأرض نعتبرها من الكواكب يا أولادي؟ لأنها ماذا؟ تدور تدور في ماذا؟ لأنها تدور في مدار حول حول ماذا؟ حول نجم وهو الشمس إذن الجواب نعم لأنها تدور حول نجم ماذا؟ الشمس طيب الكواكب الداخلية يا أولادي نحن ذكرنا في الكواكب قلنا أن الكواكب قسمناها إلى داخلية وإلى خارجية طيب ماذا قلنا عن الكواكب الداخلية؟ هي التي تكون ماذا؟ تكون ماذا يا أولادي؟ تكون قريبة من من؟ من الشمس ممتازين تكون قريبة من الشمس طيب ما هي الكواكب القريبة من الشمس؟ الآن أمامك في الصورة ما هي الكواكب القريبة من الشمس؟ مثل ماذا عطارد ممتازين الزهرة الأرض المريخ إذن هذه الكواكب الثلاثة يا أولادي أو الأربعة هذه عبارة عن كواكب يسمونها بالكواكب الداخلية هذه الكواكب يا أولادي الداخلية هي الأقرب للشمس وهذه الكواكب متشابهة إلى حد كبير الزهرة وعطارد والأرض والمريخ متشابهة دائما إلى حد كبير ولذلك هي متقاربة نوعا ما في الحجم ومن خصائص تلك الكواكب يا أولادي الداخلية التي تكون قريبة من الشمس أن معظمها تركيبها صخري تركيبها الداخل ماذا؟ صخري وتدور في مدارات قريبة بعضها البعض وبعض هذه صفات هذه الكواكب الداخلية بعضا منها له أقمار له أقمار مثل الأرض والمريخ وهناك أحد هذه الكواكب أولادي يعتبر أكبر الكواكب الداخلية أكبر الكواكب الداخلية من هذه الأربعة ما هو يا أولادي؟ عندي الزهرة وعطارد والمريخ والأرض ما هو أكبر كوكب في هذه الأربعة؟ سنجد أن كوكب الأرض هو أكبر الكواكب الداخلية طيب لو أخذنا نبذة يسيرة عن هذه الكواكب مثلا عطارد يا أولادي عطارد أولادي يبعد عن الشمس بما يقارب 58 مليون كيلو متر بعده عن الشمس ولذلك درجة حرارة سطحه تصل إلى 420 درجة درجة حرارة سطحه المواجهة للشمس وأيضا من صفات ومعالم عطارد يا أولادي أنه ليس له أقمار مثل الأرض ما في قمر يدور حوله هذا بالنسبة لي عطارد أما الزهر يا أولادي فيبتعد عن الشمس بما يقارب 108 ملايين كيلو متر ولذلك درجة حرارة تصل إلى 500 درجة درجة حرارة سطحه وأيضا للزهر ليس له ماذا يا أولادي ليس للزهر أي أقمار مثل عطارد ما له قمر يدور حوله وأيضا هناك خاصية لي الزهرة وجود البراكين توجد به أيضا براكين إذن هذا بالنسبة للزهرة طيب لو أخذنا الكوكب الثالث الذي نعيش به الأرض سنجده أنه يبتعد كوكب الأرض عن الشمس بما يقارب 150 مليون كيلو متر ولذلك تعتبر متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي الأرضي تقريبا 15 درجة وأيضا من خصائص ومعالم الأرض اللي هو ماذا ماذا يدور حول الأرض اللي هو القمر يدور قمرا واحدا هذا بالنسبة لصفات الأرض وخصائصها أخيرا المريخ هذا المريخ الأولاد يبتعد عن الشمس وهو الرابع يبتعد عن الشمس بما يقارب 228 مليون كيلو متر ولذلك درجة الحرارة تتراوح ما بين سالب 125 درجة إلى 20 درجة لهذا المريخ ولذلك أيضا من صفات هذا المريخ أولادي أن له قمران وليس قمر واحد الأرض قمر واحد المريخ يدور حوله ماذا؟ قمران إذن هذه يا أولادي صفات وخصائص الكواكب الداخلية طيب ما هو أكبر الكواكب الداخلية يا أولادي؟ هل هو عطارد؟ هل هو الأرض؟ هل هو الزهرة؟ ماذا نقول عنه يا أولادي؟ هل هو عطارد؟ هل هو الأرض؟ هل هو الزهرة؟ أكبر الكواكب الداخلية القريبة من الشمس الجواب ممتازيا اللي هو كوكب الأرض كوكب الأرض هو يعتبر من أكبر الكواكب الداخلية طيب أولادي ما هي الكويكبات ما هي الكويكبات الكويكبات أولادي بداية نحن عرفنا إن الكواكب في النظام الشمسي كم كوكب ها عطارد الزهر المريخ الأرض إلى ثمانية ثمانية كواكب موجودة في النظام الشمسي هناك يا أولادي حزام لاحظوا معي في الصورة الآن هذا عبارة عن حزام من الصخور يدور حول الشمس نحن نعرف إن الكواكب تدور حول الشمس أيضا هذا الحزام يدور حول الشمس يدور حول الشمس وهي منطقة يسمونها بحزام الكويكبات طيب هذه الحزام الذي من الصخور يا أولادي يقع ما بين كوكب المشتري والمريخ لاحظوا معي هذا كوكب المريخ وهذا المشتري يدور بينهما وهذا الدوران تتكون عدد هائل من ألخي أحجار متفاوت الأحجام هذا الحزام يا أولادي الذي نشاهده الآن كان يفترض أن يتشكل ليصبح كوكب مثل الكواكب الأخرى هذا الحزام اللي شاهدناه كان المفروض أن يتشكل ليصبح كوكب لكنه كان قريبا من عملاق اللي هو عملاق المجموعة الشمسية وهو المشتري الكبير فكان يسحب إليه كثير من هذه الأحجار اللي هو كوكب المشتري يسحب إليه هذه الأحجار فلا يسمح لهذا الحزام أن يتشكل على شكل كوكب وأيضا من أسباب عدم تشكل هذا الحزام من الكوكبات جاذبية هذه الأحجار قليلة فلم تتمكن من جاذب بعضها البعض في شكل كوكب هذا بالنسبة لكلمة الكوكبات إذن ما المقصود بالكوكبات يا أولادي ما المقصود بالكوكبات عبارة عن حزام من الصخور أجرام صغيرة نسبيا ذات طبيعة صخرية هذا هو عبارة عن الكوكبات هذا الكوكب يدور حول ماذا؟ يدور حول الشمس يدور بين ماذا وماذا؟ بين كوكبين هاي أولادي بين كوكبين كوكب بين مداري المريخ وماذا؟ والمشتري معظمها يدور ما بين كوكبين أو مدارين المريخ وهذا المريخ وهذا المشتري إذن هذا المقصود بالكوكبات طيب إذن الكوكبات يا أولادي عبارة عن أجرام صغيرة نسبيا يقع معظمها بين مداري واحد الأرض والمريخ اثنين الأرض والمشتري ثلاثة المشتري والمريخ هاي أولادي هذه الكوكبات الصخور هذه والأحجار قلنا أنها تقع بين معظمها يقع بين مدار ماذا وماذا؟ ممتازين يقع بين مدار المشتري والمريخ إذن هذا بالنسبة للتقويم المرحلي ننتقل الآن للتقويم الختامي أقرن هذه المفاهيم بما يناسبها عندي هذه المفاهيم القصور الذاتي الكوكب القمار النظام الشمسي والكواكب الداخلية وهذا سنقترن هذه المفاهيم بهذه الجمل أولادي لاحظوا معي يتكون من كوكب وأقمار وأجرام أخرى والشمس ما هو؟ ها يا أولادي يتكون من كواكب وأقمار وأجرام أخرى والشمس نقول عنها الكواكب ماذا؟ الداخلية أو النظام الشمسي؟ جواب ممتازين اللي هو النظام الشمسي يتكون من كواكب وأقمار وأجرام أخرى وأيضا الشمس طيب عطارد والزهرة والأرض والمريخ هل هي أقمار أو كواكب داخلية؟ الجواب هي عبارة عن ممتازين الكواكب الداخلية طيب أولادي جسم كروي كبير يدور حول نجم جسم كروي كبير يدور حول نجم هل هو الكوكب أو القمار؟ الجواب هاي أولادي ممتازين الكوكب الكوكب عبارة عن جسم كروي كبير يدور حول نجم اللي هو نجم الشمس طيب الجسم المتحرك يبقى متحركا في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة ماذا نقصد به؟ هل هو القمر أو القصور الذاتي؟ ممتازين القصور الذاتي إذن هذا بالنسبة للتقويم الختامي تعلمنا من درسنا يا أولادي لهذا اليوم في النظام الشمسي ما النظام الشمسي؟ وقلنا أن النظام الشمسي عبارة عن النجم مثل نجم الشمس والكواكب مثل ماذا؟ مثل كوكب الأرض والأقمار والأجرام الأخرى هذا بالنسبة للنظام الشمسي وقلنا أنها جميعا هذه تدور حول الشمس وأخذنا أيضا في النظام الشمسي الكوكب وقلنا أن الكوكب أولادي عبارة عن جسم كروي يدور حول نجم الشمس وقسمناه إلى قسمين كواكب داخلية وكواكب خارجية أخذنا الكواكب الداخلية وهي عبارة عن عطارد والزهرة والأرض والمريخ وأخذنا نبذة يسيرة عن تلك الكواكب الموجودة الداخلية وقلنا هي عبارة عن معظمها عبارة عن سخور هذه الكواكب وأيضا تدور في مدارات قريبة من بعض وبعضا منها يكون له أقمار وتعتبر كوكب الأرض هو أكبر الكواكب الداخلية ثم أخذنا الكواكبات وقلنا هي عبارة عن أجرام صغيرة نسبيا ذات طبيعة صخرية تدور بين معظمها بين مداري المريخ والمشتري إذن هذا ما تعلمناه من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة